مع انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع عدد الحالات المصابة بين اليمنيين سارع العديد من الإعلاميين إلى تسخير كل جهودهم لتوعية ومكافحة المرض في وقت تعيش فيه البلاد خطر انتشار الفيروس نتيجة انهيار المنظومة الصحية جراء الحرب وجند هؤلاء منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لتتحول إلى أدوات لتوعية المواطنين بخطر انتشار الوباء وكيفية الوقاية منه وحثهم على تواخي الحذر من العدوى وتنوعت أساليب التوعية التي تصف جميعها في مسار لا يقتصر فقط على تقديم الأخبار اليومية بقدر ما يحرص على تقديم العديد من المعالجات من خلال فيديوهات ومنشورات تفند المزاعم والادعاءات التي قد تتسرب من حين لآخر حتى صارت صفحات العديد منهم مرجعا للناس خلال هذه الفترة لم يكن نجوم الفن اليمني أيضا بمناء عن فيروس كورونا وخلال الفترة الماضية انتشارت رسائل العديد منهم في منصات التواصل الاجتماعي عبر أدائهم وصلاة غنائية للتوعية بأهمية الحفاظ على تدابير الوقائية المطلوبة للحماية من الفيروس وصلاة دعت في مجملها المواطنين لغسل أيديهم باستمرار والحفاظ عن النظافة الشخصية والابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنزل لقدر المستطاع للحد من انتشار الفيروس ترجمة نانسي قنقر